أكدت الحكومة حرصها على دعم الخدمات الطبية الملكية في إطار الاحتمام بالرعاية الصحية كأولوية حكومية جاء ذلك في مؤتمر صحفي ضم وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير الخدمة الطبية الملكية الذي قدم توضيحا لتصريحته السابقة خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية تتعلق بالتحديات التي يعانيها القطاع الصحي وكان عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور إبراهيم لبدور قد طالب بتوضيح هذه التصريحات التي وصفها بالمفاجئة الخدمات الطبية الملكية العسكرية ستبقى ما كان فيه ولا فيه أي تفكير باللي بيحكوا في ناس خاص خاصة ما فيها الحكيات هي خدمات طبية أنا حكيت يا أخوان للمجلس النواب حتى يشاركوني ويدعموني حكيت بكلمات بسيطة بكلمات الفلاحة الأردني إنه دعموني أخوان مشان أظن الخدمات الطبية في ألقي واتقدم ما بحكي عن موضوع آخر واضح أنا خدمات طبية مستوها بفضل الله عالي وبيدي أظل عالي وبيدي أطبق رؤية جلالة الملك نتقدم في الصحة عرضنا على الخدمات الطبية استخدام بعض المستشفيات لتخفيف العبع على المدينة الطبية مثلا يعني مستشفى الصلط الجديد إذا كان عندهم ضغط ياخدوا قسم نحن جاهزين التشارك معهم يعني لخدمة المواطن واحد يتم دراسة الطلب بدون شك ضمن استراتيجية متكاملة ما بتجي هيك لأنه أنظمة مختلفة لكن يتم دراسة الطلب من الجميع وأعتقد أنه في المستقبل القريب رح يتم يعني التعامل مع زيادة عدد الأسرة يعني إن كان في وزارة الصحة والخدمات الطبية بحيث تستوعب الأعداد المتزايدة من المراجعين ترجمة نانسي قنقر